خبر محزن يعني كلنا أكيد تأثرنا به المدعي العام النمساوي يفتح تحقيقا بعد وفاة طالبي لجوء سوريين يعملان بشكل غير قانوني وده الموضوع الحادث الأليم اللي هو أثر انهيار من صقف أحد المنازل على شابين سوريين كانوا بيعملوا بشكل غير قانوني في مدينة شيدنج بالنمسا العليا المدعي العام طبعا فتح تحقيق عشان أولا لمعرفة مين اللي صرح لدول انهم ده مش مكانهم يعني يعتبر هو الراجل اللي سامح ليهم سواء شركة البناء أو صاحب المنزل أو صاحب العقار اللي هو بيقوم بترميمه ويمكن أنا كنت شاهد عيال لاني شفت البيت ده والمنطقة اللي فيها دي منطقة سرية بيوت كلها قديمة يمكن بعد الحرب العالمية التانية وكان هناك صعوبة كبيرة صعوبة كبيرة جدا في محاولة انقاذ الشابين لاني البيت كان قايله السقوط ويمكن الشرطة والمهندس اللي استعانت بيه الشرطة حذر بصورة واضحة اني في حالة دخول بدون وعي ممكن البيت كله يقع ويؤدي الى انهيار المنازل الموجودة جنبه موضوع الشغل الاسود وموضوع اللاجئين اللي ممكن نطالب به في الحالة زي دي عشان الناس دي تعيش لانه هرب من موت وجمات هنا برده يعني في البداية نترحم على ارواح طبعا ربنا يرحمهم الشباب هم ربنا يصبر بحدود العشرين عام تقريبا يعني رحمة الله عليهم يعني الله هيك يلهم اهلهم الصبر والسلوان واحنا بين فجراته النمسا ميديا بتقدم لهم فعلا يعني بواجب العزاء لأهلهم ان كانوا بسوريا او بالمهجر بالنمسا او بأي مكان اخر يعني بصراحة هذا الحادث الاليم يلقي الضوء على على حالة الفوضى الموجودة بشكل عام بشكل او باخر يعني لاحظ انت قصة كيف شكلا طبعا القضاء والقدر هذا قولا واحدا هذا قضاء وقدر بدا ان يقضوا بهذه الطريقة بهذا المكان اللي نحن شايفينه على الصورة امامنا عما يقول انه يعني ايجا شخص ايجا شخص واستأجرن على ما يبدو كأنه احنا الواضح انه هو كمان سوري ما هيك يعني تقريبا يقال انه انه المتعاحد انه هذا اللي وصلنا بصراحة من عدة نقاط انه المتعاحد سوري هو كان عم يشتغل معه هو الوحيد اللي قدر يخرج راح جابه من الكم بالضبط جابه من الكم بسان بولتن مقيمين بسان بولتن تقريبا في شيرينج في شيرينج نفسه اها بشيرينج نفسه نعم مقيمين بشيرينج نفسه فجابهن على ما يبدو ليشتغلوا هاي الشغلة من دون اي تأمين على الحياة هاي العملية هاي الترميم خاصة هاي الابنية عمل انا لا نتحدث بالهندسة ولكن الى خصوصية خاصة جدا اثناء عمليات الترميم يعني لازم يكون في مهندس يتأكد من سبات البناء الحائط انه عم بيجي له حائط كان يعني عم بيجي له حائط في البدروم بالابو ابل كيلر بأسهل البناء اه هذا الشيء اللي ادى لانه لانهيار طابق عليهم يعني اول السقف الاول السقف الاول طابق الاول انهار عليهم و بعد ما داخلت الشرطة انهار الطابق التاني دماما فبالتالي البناء على يبدو انه متهالك وآيل الى السقوط فعلى اي اساس على اي اساس الشخص اللي استأجرهم والشخص اللي جابهم والشخص اللي يوكل صاحب البناء بانه حدا ييرمم او مبرش العملية الترميم اللي كانت عم يقوموا فيها او تعديل ما او 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 عم بيحولوا لما كان تجاري على ما يبدو بجوز انه بتعرف منطقة سياحية صحية ايو منطقة سياحية فبالتالي على ما يبدو عم بيستغلوا بشكل او باخر فصارت هالحادثة هاي الاليمة وزهب ضحيطة الشاب بينها لك انت تتخيل من تسع صباحا لغاية الساعة وحدة بالليل ما كانوش ما قدروش استعانوا بالجيش بالفرقة الخاصة اللي كانت موجودة في زلزال تركيا جابوا اجهزة اجهزة خاصة للاستكشاف الاحياء في الاماكن المنكوبة والردم بصراحة انا اعتقدت هذه القصة لن تنتهي وكل من له يد بهذه الجريمة التي اصبحت اليوم جريمة سيحاكم وسيقاض وسيكون السمن بصراحة يعني غالي جدا ومرتفع للغاية لا نستطيع ان نقول سوى الله يرحمهم يصبر اهلهم واتمنى القضاء ان القضاء النمساوي ان يأخذ مجرى والمسؤول عن هذه الجريمة ان يعاقب اشتركوا في القناة